حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي من أسلوب احتيال مالي إلكتروني جديد برز في الآوينة الأخيرة من خلال تعاملها مع عدد من القضايا التي تقدم بها عدد من المواطنين وبيّنت الإدارة أن الأسلوب الاحتيالية يتلخص بإهام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجود شركات تتعامل في تداول الأسهم في البورصات العالمية ويطلب من الشخص استخدام تطبيق خاص وإدخال بياناته الشخصية ليتم لاحقا لاتصال به ليتوهم بمصداقية الشركة وضمان الربح كما أوضحت أن التطبيق يقوم فورا تحويل الأموال وشراء الأسهم بإضافة أرباح وهمية بشكل مستمر مما يدفع الشخص لشراء المزيد من الأسهم طمعا بالمزيد من الأرباح وينضم لنا في الستوديو خبير في أمن المعلومات نزيه أحمد خليفات أهلا بك سيد نزيه إذن مع تقدم التكنولوجيا دائما تتقدم وسائل الاحتيال للأسف في هذه المرة أسلوب ربما هل هو جديد في البداية أم أسلوب قديم في إيقاع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في شرك الاحتيال هو تحياتي لكم وشكرا لقناة المملكة بالدرجة الأولى وتحياتي لجميع مشاهدين قناة المملكة في العالم وفي الأردن بالنسبة للجرائم والجرائم الإلكترونية والأساليب الإحتيالية نعلم جميعا بأن أغلب الجرائم الإلكترونية هي مالية الهدف منها مالي بالدرجة الأولى حتى وإن كانت جرائم ابتزاز تتحول في النهاية إلى جرائم مالية لطلب المال الأسلوب اللي تفضلت فيه واللي نبهت منه وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام الأردني هو أسلوب جديد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في عرض وطرح الموضوع في السابق كان يستمي استخدام البريدة الإلكترونية نعم يرسلوا رسالة للشخص بيحكولوا أنه مثلا تواصل معنا فيه بين أموال نحصلها أو اشترك معنا أو أنه يبعثوا له فيشينج إيميل وهمي من بنك باسم بنك على أن هذا بنكك تدورت الآن وأصبحت في وسائل التواصل الاجتماعي نظرة للاستخدام ازدياد عدد المستخدمين للوسائل التواصل الاجتماعي لأنه زي ما أبني أعرف الآن على مستوى العالم في حوالي تقريبا ثلاثة مليار مستخدم للفيسبوك لوحده فبالتالي هذه البيئة هي هدف للمجرمين حتى أنهم يستغلوا منها أكثر يعني إعلان على مواقع تواصل الاجتماعي ثم الربط بالموقع ثم تحميل التطبيق ثم إدخال البيانات الشخصية ثم شراء الأسهم ثم الربح هي في ظاهرها طريقة تقليدية يمارسها البعض ويكسب من شراء الأسهم عبر الإنترنت وهي تجارة معروفة عالميا إذن كيف سنميز ما بينها وبين الوسائل الحقيقية للتجارة الإلكترونية والتداول الإلكتروني أهلا الآن بالوضع الطبيعي الآن أي شخص يريد أن يستخدم الوسائل التجارية على الشبكة العنكبوتية يجب أن يبحث عن هذه الشركات يعني أنا نازل يريد أدخل أو أجاني بريد إلكتروني من جهة معينة يقول لي إحنا استثمر معنا أو ما شابه أنا الآن مضطر أن أفوت على شبكة المعلومات وأبحث عن اسم هذه الشركة على شبكة النت بطلع لي معلومات معينة ببحث فيها بدخل مثلا البلد اللي فيها هذه الشركة بريطانيا على سبيل المثال أو إكس بدخل على وزارة الصناعة والتجارة الخاصة في هذه البلد هذا أمر مفتوح على الشبكة وبتدخل وبتحاول تبحث عن وضع هذه الشركة صحيح أو مش صحيح وضع ما لي جسمها وثائب نعم بالضبط الموقع ما أمل لك الأمور هذه بتحاول تبحث عن الإيميل للوزارة المعنية وتبعث لهم إيميل وتستفسر عن هذه الشركة وهم بالدرجة الأولى ببعثوا لك رد ورح يفيدوك في هذا الموضوع وأغلب الشركات في العالم والوزارات في هذه الغرف التجارة في العالم بيفيدوه وهذا حكي يعني أنا يعني مارسته وكان يصني رد أنه مثلا هذه الشركة حتى في بعض المواقع الغرف التجارية في العالم بتحط لك المعلومات للشركات الوهمية يعني أنت بتدخل وبتبحث بقول لك لا أي شركة 100% لا تتعامل معها نعم طيب العديد من المعلومات التي كانت في السابق بالنسبة لنا هي معلومات لا يجب نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وهنا نحن الآن بدأنا ننشرها بملء إرادتنا أحيانا وبشكل عفوي ما هي المعلومات التي تعتبر خطا أحمر في المشاركة ولا يجب مشاركتها حتى مع أي شخص كان لعدم الوقوع في شركة الاحتيال بالدرجة الأولى يعني أي معلومات بتخص وضعك المالي وأرقام بطاقاتك الإلكترونية أرقام حساباتك البنوك اللي أنت بتتعامل معها أي معلومات شخصية كمان بتخصك أنت برضو هاي مش لازم تتداولها على الشبكة التي تتلل المعلومات بطاقات الإيدي كار تاعتك الأرقام السرية تاعتها الصور حتى الصور العائلية والصور الأسرة والمعلومات تاعتهم برضو هذه معلومات الواحد أحيانا بستهين فيها وزي ما بتعرف الآن أنه الإنسان كل ياتنا أصبح كل واحد بيحمل جهاز خلوي على تطبيق الذكي وكل معلوماته موجودة عليه وأي مجرد أي عملية اختراق للجهاز الخلوي بيسحب كل المعلومات الموجودة عليك بالتالي بتضطر أنك أنت ممكن تقع ضحية تلبتزاز لشخص ما أو تقع هذه المعلومات بجماعة ممكن يستغلوا المعلومات وحدة مكافحة جرائم الإلكترونية وإدارة الوحثة الجنائي أهابت عدم التعامل مع مثل هذه المواقع في حال تعامل الشخص مع هذه المواقع وفي حال وقع في الفخ كما يقال ما هي الخطوات التي علينا اتباعها بعد ذلك الخطوات الرئيسية في أي شخص بيق على ضحية هذه المواقع أول شيء عدم الاستمرار بالتواصل معهم بالدرجة الأولى اثنين المحافظة على المعلومات حتى في حال أنه قدم شكوى تكون هذه المعلومات أدلة في دعم موقف القضائي والقانوني ويتخدم للشرطة يشتكي ويتخذ فيها الإجراءات القانونية اللازمة سيد نزيه خليفات خبير الجرائم الإلكترونية في أمن أو خبير أمن المعلومات شكرا جزيلا لك تحيات